شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتيدا وجامعة لوم الماليزية يو اس ام بشأن منح درجة الماجستير في تخصص تحليل الأعمال ضمن مصار التكنولوجيا المالية للطلاب الملتحقين بمبادرة بنات مصر الرقمية وأكد وزير الاتصالات أن الاتفاقية تمثل أول تعاون مثمر على المستوى الثنائي بين مصر وماليزيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أنها أول اتفاقية توقعها المبادرة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال منح الماجستير في تحليل الأعمال حيث يمثل هذا المجال أهمية كبيرة في المرحلة الرهنة مشيرا إلى أن مبادرة بنات مصر رقمية تتضمن مجالات واسعة لخدمة متطلبات سوق العمل بالمستقبل